السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المفيد في النشاط العلمي للسنة السادسة التدائي الوحدة الرابعة يومنا الحصة الرابعة في هذه الوحدة حول ترشيد استهلاك طاقة الكهربائية بالمنزل إذن نبدأ بوضعية الانطلاق تشغل عفوا لينة الأجهزة الكهربائية والمصباح الكهربائي ولا تقوم بتوقف اشتغال هذه الأجهزة عند مغادرتها للمنزل في نهاية الشهر تفاجأت عند توصولها بفاتورة الكهربائي إذن بطبيعة الحال كلما زاد اشتغال الأجهزة الكهربائية في المنزل كلما زادت استهلاك الطاقة الكهربائية كلما كانت الفاتورة اكترت كلفة وبطبيعة الحال الأجهزة أصلا تختلف في استهلاكها هناك أجهزة تستهلك الطاقة الكهربائية بشكل كبير وهناك أجهزة أقل استهلاكا فهذا يجب بطبيعة الحال يجب أن ما تعبأ به لأن هذا يكلف بطبيعة الحال علينا في تكاليف الفاتورة إذن هنا السؤال الذي سنترحه كيف يمكن ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المنزل بعض الافتراضات لكي نقوم بترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية يمكن اتباع سلوكيات إيجابية تجاه الطاقة من بين هذه السلوكيات مثلا عدم ترك المصابح مضيئة مدة طويلة دون الحاجة إليها كما فعلت لينا استعمال مثلا المصابح الاقتصادية هناك مصابح اقتصادية تستهلك طاقة الكهربائية أقل كما سنرى مراقبة فاتورة الكهربائية وتتبع استهلاك الطاقي يعني كيف نتبع استهلاك الطاقي هذا الشي يجعلنا دائما أننا نراعي هذه الأمور ولكن كيف نتبع الفاتورة ولا نتبعها فهنا بطبيعة الحال يكون هناك استهلاك بإفراد إذن ننتقل إلى أختبر فراضياتي أتعرف بعد السلوكات لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية في المنزل إذن السؤال كيف هل تستهلك الطاقة الكهربائية في المنزل؟ ما هو الأجهزة التي تستهلك واش نحن نحن في الدار مجموعة من الأجهزة، واش كل الأجهزة تستهلك الطاقة الكهربائية؟ لا إذن هناك أجهزة تستهل بالطاقة الكهربائية، أو هناك أجهزة لا تستهل بالطاقة الكهربائية إذن من بين الأجهزة التي تشتغل في الدقة الكهربائية يوجد ، مثلا ، المسيحة المسكوطة المسيحة المسكوطة المسكوطة الترسلية الترسلية المسكوطة الريفريجيراتور التلاجة المسكوطة الالكعاب المسكوطة لا يوجد النمو التخاصة أثنى toastية هناك مدد لدينا Aaa كده سفق Keynote توضع الوضعات التي يمكنها التطاق الكهربائي بان الوضعيات التي تستطيع التطاق الكهربائية بين الوضعات التي كانت في الصورة كانت في التليفزيون كانت أمهزة التلفزة، كانت الإنترنت، كانت المواتفة كانت أنا البلدات التي تم عملتها سنة حسب هذه الصورة لذلك سؤال الموالي يجب أن يكون هناك لديك أجزاء سيكون هناك لديك أجزاء سيبكر يمكنك سواء في المدينة كل يوم في المنزل لتجد الإنرجية الإلكترية لذا كنت اتكلم على الاصباط الكهربائي ومحب الإنسان كيف سنسأل الإنسان الذين يمكن أن نسأل الإنسان لذلك لذلك هناك يجب أن تستخدم الزبارات الإلكتريكية عندما لا يستخدم الزبارات مثلا عندي واحد الأرضيناتور إذا سأتفه عندي واحد تلفازة مثلا لا يشاهدها أحد فسأتفه عندي مثلا جهيزة مثلا مركبة مثلا مثلا شارجور مثلا يمركبها بكاشواء سأتفه تتوقبيه هنا نحسب يتوقنا ل 먹을 أن يتوقع Woo م concurrentile لما يعجب engagement من يتوقع العملي قال النار أ sisters لا يعجب أن يكون في المرة نحوظ او سوق رو BE Short و ل زيادة المفال عندما يorianحven للجعل يجب أن نضيي الشعر لكي يجب أن يكون من المترجم بجهرات الأبواب والنوافيد وفي تجهة الطاقة الكهربائية تستخدم المنطقة يجب أن نضع المنطقة في الفنتر مثلا تضع المنطقة في الفنتر حاول أن نستعمل لأفضل الشمس يجب أن نضيي الماء العربية جانستال للاد نستعمل يعني لزنبول اللي هما كي ايكوناميزيو التاقة الكهربائية التاقة يعني كي يسمو المصابح الاقتصادية هذي بعض السلوكيات وهناك السلوكيات الأخرى يمكن التحلي بها لحيفادي عالتاقة الكهربائية في المنزل. الكيسيون سويفانة سيت. تروى رازون pour laquelle nous devons économiser l'énergie eléctrica إذن هنا المطلوب نعطي ثلاثة الاسباب اللي تخلينا اننا نحافظ على التاقة الكهربائية. إذن من بين هذه لغازون بغمي هذي لغازون هذي الأسباب هذو éviter le puissement du stock des ressources. حنا كنعرفوا بان التاقة الكهربائية هي تاقة كتسالة تنفذ عندها واحد لدوري دفي لانها كتتقادة. ورغم أننا كنت تستعملوا طاقة متجددة فالطاقة التي نستعملها أكثرية هي الطاقة الغير المتجددة وبالتالي فالحفاظ على هذة الطاقة المتجددة دونك خصنا هذا هذا من بين الأسباب إذن تجن استنفاذ المخزون باش ما يضيع لناش المخزون من الموارد التي يتم إفراغها ومثل الوقود الأحفوري مثل غاز الطبيعي إذن هذا هذي أولا الثاني هو إمكاننا نحن ومثل نحن لإنجاح كليماتي كليماتي هنا نحن نحمي البيئة لأن لا نستهلك الطاقة الكهربائية بثير لأن الطاقة الكهربائية لإنتاجها في المحطات التي نرى سابقا خاصة المحطات البوخارية التي نرى تلوت لأن نحن 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 كنحرقه الغاز الطبيعي كنحرقه فهنا يكون واحد الغازات بعيد فللحفاظ على الكوكب دي الأرض دينا فخصنا نحافظ حماية لكوكبنا وبئتنا وتنفسنا وهواء الذين تنفس فخصنا ونجنب الاضطرابة المناخية مثل احتباس الحراري مثل الفيضانات مثل إتس فهنا خصنا نحافظ على الطاقة الكهربائية هو هدف بعيد لماذا نحن لا نقلل ولكن هذا شرع كيف فخص الإنراجي في أس الإنراجي هنا وثاني لكي نحافظ على المال لا نضيع المال نحافظ على الطاقة الكهربائية إذن الفترة ستجير خيصة وهنا نستغله ونقتصد ماليا إذن هذا بالنسبة لهذا الكيسيون دوكار نحافظ السؤال با اقتصد الطاقة الكهربائية المستلكة من طرف المصابح في المنزل يقدم الجدول أسفاله مقارنة لعمر الخدمة والطاقة التي استهلكها كل من مصباح التوهج التقليدي والمصباح الاقتصادي إذن المصباح لهما نفس شدة الإضاءة إذن نحافظ المصابح واحد تقليدي للتوهج واحد ليد اقتصادي كما نقول له مصباح اقتصادي إذن هنا سنقارن بيناتهم إذن المصباح المصباح التوهج لا دوري دفي عنده يعني يقدر يخدم 100 ساعة يعني 100 ساعة ما يضيع بالنسبة الاقتصادي 8000 ساعة عدد تحرق البولانتاع هنا ينفرق على مستوى لا دوري دفي على مستوى بريد للمب 8 ساعة المصباح هذا 8.5 دي درهم الاقتصادي زائد 8.40 درهم البلسانس إلكتريك القدرة الكهربائية المستهلكة هذا يستهلك 75 واط في ساعة هذا يستهلك 13 واط في ساعة إذن هنا الانيرجي كونسومي إذن 75 واط ساعة 0.075 كيلو واط ساعة هذا 13 واط ساعة 0.013 كيلو واط ساعة إذن هنا بحال نقول إذا بغينا مثلا هنا مثلا ما يجبنا نستعمله ويعطينا درهم مثلا درهم لكي نقارن بيناتهم مع أن كل كيلو واط ساعة يستهلك درهم إذن واحد سنقسمه على هذا يعني يستعمله مثلا ربما إذا ضربنا هذه في 100 لك هنا إذن هنا 100 تقريبا 100 ساعة عادي يعطينا درهم هنا 10 تقريبا هناك فرق كبير بين المصباحين إذن وخاء الفرق هنا هو أن هذا غالي في الثامن على هذا إذن اعتمادا على معطيات الجدول ما نوع المصابح التي يجب استعمالها للاقتصاد في الطرق الكهربائية إذن المصابح من نوع المصابح الاقتصادي يعني التي تسمى من نوع ليد إذن ليد يرمز لهذا الرمز إذن هذا كل ما يتعلق بهذا النشاط ننتقل إلى استخدام الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطات الحرارية مصدرها الطاقة التي يوفرها الوقود الطبيعي كالفحم والنفط والغاز الطبيعي يعني إحنا فاش كنشوف الطاقة كتوصل للدرك حسب لنره وهي رأها نتيجة الوقود والغاز الطبيعي ويتم احتراق ذلك كما رأينا في المحطة البخارية وهي طاقة تمينة وغير متجددة يعني كتسالة كتقاضة ومهددة بالنفذ إذن رصيد غير ثابت ليدا واجب الحفاظ واستعمالها عند الضرورة فقط إذن هذا بالنسبة لهذا الاستخلاص نتقل إلى استطمر وأطبيق تعلمات إذن كيف تشتغل المحطة الحرارية يتم إنتاج الطاقة الكهربائية في محطة حرارية وفق خمس مراحل إذن المطلوب أن نرتب هذه المراحل إذن عندنا هذه يحضر المحروق هذه مرحلة يدير بخار الماء تحت الضغط الضغط العنفة يحول الطاقة الناتجة عن احتراق المحروق الغاز الطبيعي الفحم إلى بخار إذن يحول المنوي بالطاقة الميكانيكية التي تمنح ها إليه العنفة إلى طاقة كهربائية تدير العنفة منوي بالمحطة الحرارية إذن هنا لدينا خمس المراحل إذن هذه المرحلة الخامسة هذه هي المرحلة الأولى نحضر المحروق إذن هنا يقاتل يدير البخار الماء تحت الضغط العنفة تدير العنفة المنويب إذن تدير العنفة المنويب هذه تكون هي رقم 4 وهذه رقم 3 وهذه رقم جوج تحول الطاقة الناتجة عن حسراق المحروق إذن هذه الطاقة التي تحرق به المحروق تتحول إلى بخار البخار يدير تحدث الضغط الضغط يدور العنفة المنويب المنويب يدور يدور طاقة حركية انطلاقا من طاقة حركية إذن ننتقل إلى التمرين الأخير أخير أخير جسد مستخدم لتحرق الانيرجي إليكتري في المنويب إذن سنختار السلوكات التي سنحل بها والتي هي مهمة لتحفظه على الطاقة الكهربائية سنقرأ هذه السلوكات السلوكات سنقرأ السلوكات بعمل مفتما على مفتما سنشرح الحواجي في الهواء الطلق وليس تستخدم السلوكات لأنه لا يمكن أن نرى في الطرف الجهاز الذي يشوف الحواج إذن هذا السلوك بطبيعة الحال يجب أن نحل به إذن لا يمكن أن نرى الحواج أكوصر أننا نستعمل السلوكات بان على بلا دوش إذن هنا يجب أن يجب أن بان على بلا دوش إذن ليس بس أكوصر أكوصر وليس أن أكوصر سنقرأ نفتح الأبواء أو النوافيد لأن نكون كن ندير شوف إذن هذا سيجب أكوصر أكوصر هذا لأن يجب أن سنقرأ أكوصر 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 قبل أن نقرأ أكوصر 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 لأن سنقرأ سخون في تلاج سيجب طاقة كهربائية ومع هذا يجب هذا كل حول ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية المشاكة 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 سيجمت الرياضي أكوصر مصر